المباراة اللي جاية بقى مباراة غانا مباراة خلاص للأسف صعبناها يعني بعد التعادل النهاردة بقى المباراة لازم نكسبها وغانا دخل المباراة زينا خاصة من كاف فردي فهم ما عندهمش فرص غير انه لازم يكسب المباراة اللي جاية المباراة جاية دي بقى شايف نتعامل معها ازاي؟ شايف التشكيلة الانسب لها تكون عاملة ازاي؟ من وجهة نظرك طبعا فيتوريا في النهاية في الاول الاخر هو صاحب الكرار يعني احنا بنتكلم انه النهاردة في لعيبة لازم يكون لها دور في المباراة اللي جاية انا شايف ان فتوح لازم يكون له دور المباراة اللي جاية محمد عبنم وحجازي مفيش خلافة عليهم بس لازم يكون عندهم تركيز وتمركز افضل من كده شايف ان مروان عطية والنيني دورهم مهم جدا لاتنين دول مع الرباع خط الدار سواء كان هاني او عمر ايا كان مين اللي فيهم اللي اتنين كويسين والاتنين عندهم امكانات كويسة ده السوداسي ده مهم جدا جدا ولازم لازم اللي يلعب رقم عشرة زي امام عشور انا شايف ان امام في المباراة دي مهم امام دوره كبير جدا في الحتة الدفاعية وفي الحتة اللجومية والتصويب احنا النهاردة كان التصويب بتاعنا يمكن اه صوبنا بعض من الكوار بس ما كانتش بالدقة اللي كانت مطلوبة فحيديك ميزة التصويب وعندك صلاح وترزجيه لما يكونوا في حالتهم وخاصة في الحتة الدفاعية لازم يتجعوا لازم لازم دلوقتي ما فيش حد في كورة القدم الحديثة لكابتن كريم بيقوم بأدوار هجومية فقط لا غير لازم ليكون عنده الاطوار الهجومية مرتبطة كمان بالاطوار الدفاعية علشان ما يبقاش فيه زيادات على الباكات بتاعتي او على السرد باكات بتاعتي لان اي زيادة من تحت بيتطلب مني ان انا لازم اتعامل معاك لعيب فافوك التنظيم يعني مثلا تخيل ان انت ترزجيه ما رجعش او صلاح ما رجعش فلا بيزيد الباكات فلما يزيد الباك هيتطر يطلع ديفندر من الدفندرات لبرفة الراجل اللي هيبقى مسؤول عن تأمينه ديفندر ده هيبقى فاضل صح فحيطلع سرد باكي يقفى فهيبقى عندي مساحات نخطأ فيه فبالتالي مطلوب ان احنا كلنا يكون دورنا الهجومي والدفاعي نقوم بيه على اكمل وجه بحيث ان احنا نبقى منظمين دفاعيا عندنا شراسة في الحتة الهجومية ولازم يعني المباراة اللي جاية مش محتاجة مش محتاجة ان انا اقول لها هاجم وحط كل العناصر الهجومية وافتح سدري بحيث ان يبقى عندي مساحات اتضرب لا انا محتاج الاول اأمن كويس اما من حتة الهجوم انا مش بقلق مش بقلق ليه لان انا عندي التحولات اللي ليه انا سريعة يعني وانا بدافع ومنظم اي هجمة مع محمد صلاح مع ترزيجيب السرعات بتاعتهم اللي عندهم مع الترابط اللي بيبقى مع مصطفى ومع الناس اللي بتطلع من نص الملعب حتلاقي انا بوصل بهجمات شرسة ومنظمة وممكن اوصل بهدف اتنين واكسب غانة بمنتهى السهولة لو انا استخدمت ادواتي صح سناء الدفاع محمد عبد المانا ومحمد حيازي شايف ان ممكن يحصل فيهم اي تغيير في مبارات غانة؟ لا 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 انا مش شايف بس لازم يشوفوا الاخطاء اللي وقفوا عشان ما نقعش فيها لان للامانة هم هم الافضل الباكين ما ساعدهمش في الحتة الدفاعية النهاردة كويس لان كان محمد حمدي كان معظم الوقت كان بيطلع يهاجم ويشتغل في الحتة الهجومية فكان عندي مساحات في الحتة بتاعت محمد فبالتالي مطلوب مني ان انا اكون منظم واللي اللاعبة دي تبقى موجودة بس لازم يكون مروان عطية لدور مع محمد النني في الاتنين في الحدد علشان خطر حتى لو امام عشور كمان معهم قدت تلاتة دول مع الرباع اللي ورا السباع ده ممكن يدي افضلية وارتياحية حتى لو صلاح والنني ومصطفى ما رجعوش صلاح والترزيوة ومصطفى محمد ما رجعوش فبالتالي حيطلع واحد من وسط الملعب مع الباك هيبقى عندي الباكين الباك مع الهاف بتاعه واللي اتنين في وسط الملعب قفلين والعكس انه حتى تاني ولما تبقى القرى في العمق التلاتة هيبقوا موجودين في العمق قدام الرباعي فحيبقى عندنا تنظيم دفاعي جيد اللي ان شاء الله من خلاله نتحول للحتة الهجومية ونقدر نستغل قدراتنا الهجومية لان احنا عندنا قدرات هجومية عالي احنا عندنا سرعات وعندنا مهارة وعندنا لعبة على اعلى مستوى فما ما تقلقش من الحتة الهجومية ليه حضرتك اخترت فتوح مش محمد حمد المبرارة القادمة ليه شايفه هيبقى الاتنين هايلين بس ليه شايف فتوح ادوارها تبقى عاملة ازاي عشان يبقى موجود في المبرارة غيرانة هقول لحضرتك انا شايف فتوح فتوح عنده الحتة الدفاعية كويسة وفي نفس الوقت هجوميا مميز وعنده وبصير كويس من تحت لعبك يعني واحد من الناس اللي بتعرف تلعبك حتى من تحته هو هو واحد ممكن يلعب يلعب مصطفى ممكن يلعب تريزيجية ممكن يلعب الناس اللي في وسط الملعب وممكن يطلع بيشتغل كورسات كويس جدا كمان عنده الحتة التكملة في الحتة الهجومية عالية فبالتالي عنده مرونة تكتيكية عالية اوية وده مش تقليل لا كل اللعبة للامانة انا قلت لك احنا لعبت منتخباتنا كلها لعبة كويسة انما بيبقى مثلا يفضل في المبرارة دي فلان عن فلان احيانا انما الكل لعبة متميزة ان شاء الله